كن من أهل القرآن حقاً ولن تكون من أهله حقاً بمجرد كثرة الكراءة ولا أيضاً بإتقان الحفظ بل لن تكون من أهل القرآن إلا بالعمل به كما قال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس كراءته عملاً قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن أهل الله وخاصته وأهل القرآن لا يراد به من حفظوه فقط أو أكثر من كراءته فقط بل يراد به الذين عملوا بالقرآن وهو الذي من أجله أنزل القرآن ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين يعملون به بهذا القيت وأهله الذين يعملون به وهذا يفيد أن من لا يعمل بالقرآن لا يكون من أهله بمجرد حفظه أو كثرة تلاوته فكن من أهل القرآن بمجاهدة نفسك على العمل قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال غير واحد من السلف أن يعملون به يتلونه حق تلاوته أن يعملون به ولهذا ينبغي أن تفهم أن العمل بالقرآن يعد تلاوة الصلاة الصيام الزكاة بر الوالدين إلى غير ذلك هذا كله تلاوة القرآن بمعنى اتباع ما معنى قول الله سبحانه وتعالى والقمر إذا تلاها ما معنى والقمر إذا تلاها تلا الشمس أي تبعها فالتلاوة معنى الاتباع ولا يكون مرء ثانيا للقرآن حقا الذين يتلونه حق تلاوته إلا باتباع القرآن والعمل بالقرآن شكرا للمشاهدة